موسيقى 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 سي كاريم زيتوني أهلاً وصلاً مرحبا بك شكراً بارك الله وفيك سيمونير سي كاريم زيتوني أنت رئيس شركة كتهتم بالأداء النقدي أولاً نريد أن نعرفه السوق للأداء الإلكتروني كيف هو عمل في المغرب نعم بكل فرحة سيمونير شكراً على الاستضافة وهذا شرف أهلية شخصياً بأنني نكون نحضر معكم في جريدة أنفس السوق المغربي هو نقوله السوق في كي تطور هو غادي كي تطور موسيقى النيفو دياله العالي ومشي مبتدئ ولكن هو في إطار التطور وغادي مشي بواحد تطور سريع إن شاء الله على حسب ما كيبالي نحن كمتخصصين في هذا الميدان الآن إلا بنا أعطيكم أعداد غير للمقاربة هي أعداد ماشي مضبوطة لأنها يعني يمكن فترة الوقت كان خصناً نجيبوا شيء أرقام تكون مضبوطة أكثر لكن غير للتعريف لتقريب الصورة للمواطن المتفرج مثلاً أنا أعطي مثلاً في توركيا مثلاً وفي فرنسا عدنا 80 مليون ديال الساكنة في توركيا عندهم جوج حتى 3 مليون ديال الكوميرس ديال التجار اللي متوفر عندهم أجهزة بشي قبلوا الدفع الإلكتروني ما لديهم كروت явون قريباً جوج van miliona في حامل البطاقات مثلاً الفرنسا عندك 60 مليون ساكينة عندهم أجهزة عند الإلكتروني كثير من مليون لديهم هذه الأجهزة وعندهم 60 مليون البلجيكا عندهم 10 مليون 11-12 مليون عندهم أن تتضرب جميع الإلكتروني فيحنا عندهم متوفر عندهم الأجهزة البطاقة. إذا جينا هنا المغرب. مثلاً يجيون المغرب. سيجدون ما بين 50% و 70% ديال الساكنة المغربية اللي عندهم بطاقة إلكترونية. وإذا جينا لكوميرس سيجدون مثلاً 1.8 مليون أو 1.9 مليون ديال المتاجر اللي كان هنا في المغرب. لما حال عندها الأجهزة متوفرة عندهم أجهزة؟ سيجدون إذا تعدى الأمر 100 ألف اللي عندهم متوفرة عندهم هذه الخدمة. يعني في 2018-2019 كانت 45 ألف اللي كان عندهم هذه الأجهزة. ما يقارير 45 ألف متوفرة عندهم هذه الخدمة لقبول البطاقات الإلكترونية. يعني الآن دارت البنك المركزي دار واحد جوج الخطوات باش مش يزيد بالمغرب الأمام. أول الخطوة خصي نعرفه بأنه كان واحد المركز واحد اللي كان كيقبل وكيعطي لهذا التجار كيعطيهم هذه الأجهزة اللي كانت تقبل البطاقة. اللي كان هو السيمي المتعاد عليه. السيمي هو مجموعة ديال البنوك المغربية. يعني الزدانجيو يعني شركة اللي اللي دخل فيها أغلبية ديال البنوك المغربية إلا بنك أو بنكين اللي ما دخلينش فيها. وكان هو الواحد لعدة سنين. اللي مؤخرا فتح البنك المركزي فتح المنافذة. فولاو ما بقاوش واحد اللي عنده هاد القدرة بأنه يجهز تجار بهذا الأجهزة اللي كانت قبل الدفع الإلكتروني. وولاو ثلاثة كين سيمي وكين بنك الباريد بنك وكين نفس. دموك ثلاثة متنافسين على هذا الميدان هذا باشي يعطيو التجار يعطيوهم هاد الأجهزة اللي كانت تخليهم يعني تخلقات واحد منافذة. زائد على هذا البنك المركزي معالاين يغطي داروا واحد العمليات يلي باشي يكريو واحد ديال انستوتيشون فينسي وليا ديالتابلسمون دو بايمون كي تسمو يعني شركات اللي عندهم واحد لا لسانس عندهم واحد موافقة باشي ممكن تهم يدعموا التجار بأجهزة اللي كانت تقبلت دفع الإلكتروني اللي هي من تيب موبايل يعني ما ليعدوش الكورات البنكية يعني أجهزة اللي كانت تقبلت التعمول بالموبايل وخرج واحد ما غوك باي اللي خرج البرند واحد الماركة اللي كانت وليكمتورalls مغربية اللي كانت شاركوا فيها جميع المكونات ديال هذا النظام لأنه يكون هناك تطبيق في التليفون على أساسه الذي تؤدي به المصالح لك نعم هذا تطبيق في التليفون يكون عند هذه المؤسسات التي تقريبا ما بين 14 و 18 مؤسسة التي لديها الموافقة لبنك المركزي التي يمكن لها تخدم مع التجار وتعطيهم هذا الجهاز الذي يقبل الدفع الإلكتروني ويمكن لها تعطي أيضا الناس عاديين تعطيهم واحد الحساب تسمى محفظة إلكترونية هذه المؤسسات الدفع الإلكتروني التي أعطيتهم مؤخرا البنك المركزي الموافقة لكي يدعموا هذا المتاجير وأيضا الحاملين الحسابات يدعون ثلاثة مستويات المحفظات حسابات بنكية خاصة وهي عبارة على حسابات بنكية لكي تمشي لأعلى مستوى يمكنك تحطف حتى عشرين ألف درهم ومثلا في المستوى الأول يمكنك تفتح الحساب غرب تليفون المستوى الثاني يجب أن توقع عقد وتجيب لكارت نسونال ومثلا في المستوى الثاني يمكنك تحطف حسابات بنكية خاصة لكي توقع العقد وتجيب لكارت نسونال لكي توقع عقد ويعطيك حساب ويقدر يكون عندك في جميع المستوى يقدر يكون عندك واحد لكارت سمعتني أنه دائما في هذا الأداء النقضي أو الأداء الإلكتروني يترح مسألة هذه الأمن أيها سيكوريتي يعني كيف مضمون لأداء بهذه الطريقة هذه؟ هذا ما كان مثلا في وسائل الحماية لكي تحميل مثلا لكارت وخصوصا الآن ما يسمى بالأداء بالبطاقة لا يجب أن الشخص يعطي البطاقة ويعطي الكود يجب أن يكون صغيرا عن طريق الوي في أو عن طريق أبريكا سمونا هذا لا يعرف ما يسموه ويتم الأداء دون تأكد من هوية حامل هذه البطاقة نعم قبل أن أعطيك هذا الجواب على هذا السؤال أريد أن نفرش له واحد الشرح الذي سيكون هو بسيت لكي نقربوا الصورة للمواطن نحن في المغرب لكي نستعمل هذه البطاقات ويجب أن نعرف أن هذا الدفع الإلكتروني هو مصالح لنا مصالحنا كمواطنين ومصالحنا كشركات ومصالحنا كمدبيرين ديال الأمور ديال التجارة وديال الحامل للبطاقات وديال المالية بصيفة عامة فكي نستعمل هذه البطاقات يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة عن جميع المتاجر يعني في أي متجر الشريط من عنده يمكن أن ندفع إما بالنقد والكاش وإما ندفع بالشيك وإما ندفع بالبطاقة أو بالموبايل يعني بالشيك والكاش هذه الناس تقريبا أن نقبلهم لا يمكن أن نقبل الشيك لأنني يقول لك الشيك يقدر أن يكون مزور يقدر أن يكون كذا فقال لنا البيطاقة البنكية بقيتنا على الكارت بونكير وقال لنا الموبايل حتى نستطيع أن ننخلص في الكارت بونكير أو الموبايل يجب أن يكون هذا التاجر الذي سنشرم لديه ستكون عنده مدفع الخدمة إذا كان في الإيكوميرس ستكون عنده في الإيكوميرس أي أنه يمكن أن نخلص لأنه يكون متجر عادي ويكون في مكان صغير أو كبير ستكون عنده الخدمة الخدمة تكون إما بديك ويطلبوا منهم لكي يوفروا لهم هذه الخدمة ويجب أن يكون عندهم مهومة ويجب أن يكون الكوميرسيال لذلك الشركة يقول لهم ويجب أن تأخذوا لما تأخذوا هي في الصالح لأن الكاش لديه واحد الكلفة هذه الكلفة تزاد عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تزاد على البونك ويجب أن تزاد على الدولة يعني كان خلصوا كمين هذا الكلفة مثلا الكلفة هو الإنتاج لهذا الفلوس لديه كلفة إذا다가 تتساوب درهم سأعلي المشينات ولديه الأمر والمدة الأولية والوراق والباشرة والإنجه ليس لديهم بشكل وستخدم لكي نقل الكلفة من البلاسة من البلاسة والكلفة وأنتج ويجب أن تسالي و تلوحى وتحلق من صناديق الدولة كيف تضيع هذه الفلوس التي نستخدمها في أماكن الفلوس الإلكترونية هي أكثر وبساطة وأقل وكلفة ويمكننا تساعدنا في التطور إلى الرقمات التي يريد أن نصل لهم في المغرب لكي نكونوا في المستوى للدول الكبرى لكي نحصل إلى هذه الرقمات أولاً كما قلت أن التجار يكون لديهم هذه الخدمة متوفرة ونحن لا يزال لدينا الخدمات لا، غير نقوسين، كما تتكلم عن التجار لا نحصر الأمر فقط على التجار كان محامي، كان طبيب، كان دي كليني، كان شركات والحال هو أنه بعض المهن وهذه المنظمة لا يرفض أنك تعطيه بالتجار لماذا لا تقوم بالتجارة على التجارة أو النوار أو شيء لديه نطير، عند المحامين، عند الأطباء، عند عدد المهن بالصح، هذه الحقيقة التي نعيشها فقط تشعنوك، يقول لك لك لتخلص لي أكثر مية الدرام خلصني لك لتخلص من مية الدرام ما نقبلش من عندك نعرفه بأن هذه البطاقة هو طريقة قانونية لكي يدفع، يعني لا يوجد حق يقول لك لك لتخلص لا يوجد حق يرفض خلصاً، لكن مثلاً إليك يقول لك لخلصني ضمانات إنسان لا يوجد حق يقول لك لما نقبلش مية الدرام لا يوجد حق، هذا يسمى وسيلة قانونية للدفع، خلصوا يقبلها إذا لم يريد حق يديرها لا يريد حق يكون لديك الجهاز ولهذا الناس لا يمكنك أن يقول لك إذا لم تريد حق تخلصني يقول لك لأنا خسرة لا يوجد حق أو لا يوجد حق يقدر في بعض الحالات تكون خسرة بالصح وبعض الحالات لا ندخل لا يوجد حق لا يوجد حق نقول لك أن هذا المسؤول يقول لي مهما أحد المسألة متداولة عن تلمون كان هناك مسألة أخرى كان يقول لك لا تريد حق لكن لن أعرف أنه إذا أردنا نزيد بلادنا القدام أخص لا يريد أن نقول لك أنه سيكون ترانبار سرعة في الآدام مثلا أنت مؤسسة عمومية وأن تريد أن تخلص شيئا لكي تأخذ الحق من الحق ويقول لك لا لكي ترانبار لكي ترانبار يعني لا تضيع الوقت يعني لكي تأخذ خدمة يعني أنا محسوب على الإنتاجية العمومية للبلاد ولهذا إذا سهلنا هالطرق الدفع كل شيء يربح السؤال التي تطرحنا هو الأمن يعني ما الذي يجعلني أنني أداء بالبطاقة أو الموبايل يعني نكون مرتاح من حيث الأمن لا يوجد مشكلة من الشعر هذا كان أحد المعايير الدولية التي تعطينا بشكل ما قالت أن هذا الدفع مؤمن مؤمن أولاً يعني مؤمن بأن نعطيهم مثلاً قبل كوروط مانياتي كانوا كيدوزو كانت لفلسفكاتي يعني كانت تزويرهم سهل كوروط مؤمن لديهم شريحة إلكترونية صعيب لكي يأتي ويزورهم ولكن كل شيء ممكن ولكن صعيب 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 جداً من كتزيد على المواطنين عبارة إمضاء إلكتروني هنا كتولي الحماية تطالع زائد على ذلك بأن البونك وهذه المؤسسات المالية تضمن لك بأن وقعت في نصب أو خطأ فكيمكن لك تدير شكاية والفلوس ترجع لك يعني يكون صعيب لكي تدير وترجع فلسك حسب المؤسسات التي تتعام معها ولكن الفلوس مضمونة ونحن نحن وعيين بهذه العملية مثلا عندك واحد الكارتة وكاتب الكود خطأ فادح يعني يمكن أي واحد يأخذ الكود مرة 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 خطأ الكود بنك بإمكان الحساب الخطأ وكاتب خطأ خطأ جميع من الخطأ وكتب الخطأ خطأ وكتب الخطأ الخطأ وكتب وعلى الأقل نقول على الأقل و تقدرونها لأجلالك. و تقول لي معي فكرة نبدل الكود و أخي ننشل لأحد نقطة أخرى وهذا التكلم عن أنه من بين الأمان في أي بطاقة هو الكود بين ما يشبه توقيع. الآن معاملات استغنات على الكود بين أو تكدوز بشكل عادي في الإطلاع من التأكد من الهوية حامل بطاقة. نعم أستطيع أن ننقيد الكود بين في البسطان و لا نعطيه شيء المسألة الأخرى إذا ضعت لي الكارت ولا تدخس نمشي نعيط على البنكة بشيء حجز يعني ندير امبوزيسيو على الكارت ديالي بشيء نخليها صيمانا ونتمنى بأنه ما توقع والو علاش لأنه في المعاملات ديال الويب يمكن دار هذه المعاملات بيدون في بعض المواقع يقدر دوزل عملية بلا ما تدخل الكود فلهذا من يخصك تعطي الكارت ديالك بشيء تخلص معمرك ما تعطي الكارت ديالك ويمشي بها أي واحد بلاسة ويخدم بها وعباش يجي السيد خصو يجيب لك لاباراي تل عندك ولا تنقل تل عنده لاباراي ودخل الكارت ديالك ودير الكود ديالك واخد الكارت ديالك لأنه هناك معلومات وراء الكارت إذا كانت عند الشيء واحد مثلا غير شافها وعنده النمرة ديال الكارت يقدر يدير لك فيها يقدر يستعملها ويشري في انترنت في بعض المواقع اللي ما كتلبش الحماية بززاف اللي ما كتتبعش الموافقة للمعايير الدولية من بين المعايير الدولية كان هذا البايمون اللي كتسمى بالإنفسي كتسمى كونتاكتل يعني بدون كونتاكس يعني الدفع بدون كونتاكس بدون التماس فهالدفع بدون التماس في المغرب يعني كل دولة كتعطيك الموطة هو مدير للمبالغ الصغيرة مثلا كل دولة كل ديرها 20 أورو كل ديرها 50 أورو في المغرب كانوا يحدونها 400 دلهم يعني من تحت من 400 دلهم يمكنك الدفع بدون كونتاكس بعدم التماس نفسي يمكنك تضع الكارت على الكارت وكتبعها لكي تزرب كي يدفع أو شيء بسيط سهل حلوة كي يدفع الناس وهذا العدد ستزايد من الناس التي يستعملوها فهذه لا تطلب الكارت يعني إذا أخذ الكارت ويستخلص بها ويستخلص بها أو يدفع ويستخلص بها في هذه الفترة عندما نتحدث لا يمكن أن يجري بها عدد المعاملات لا يمكن أن يجري بها عدد المعاملات غير في هذه المؤسسات يتحدث أصحاب البطاقة يعني البنو التي تُعطيها البطاقة في هذه المؤسسات هم هي حماية متعددة مثلا إذا أرتيت عدد العدد دفوع ويستخلص بها مثلا 100 اختارات أو 10 اختارات يطلب لك مثلا المرة العاشرة يطلب لك بأنك تتأكدوا بأنك ترى هو المستعمل تقدر تكون خمسات اختارات تقدر تكون هذه هي حاجة التي تحددها ولكن أنا كمستعمل وممكن نمشي البنوك فقط نعم من حقيقة أن نمشي البنوك لما يبقى معاملات خاصاتكم لا تستعمل من حقيقة من حقيقة من حقيقة هي من حقيقة كل شيء ممكن حسب لما لديها الخدمة ولكن هي تقنيا ممكنة وبعد الزمناء من حقيقة التي تطلبها هذه العملية بأن بعدم الانتماث يكون دمونت كتبين أبليكاتور وهذه هي في المعايير الدولية لحماية المستهلك لحماية لحماية الزبون لصحب البطاقة تقنيا معينة أو متابعة هذا النصب والإحتيار لحماية يكون خدام 24 وعند أجهزة يتابع بها المؤشرات مثلا واحد الكارت التي دارت عملية في أقادير وفي نفس الساعة دارت العملية في محل في الداخل أو بعيد لا يمكن انتقلم بأن هذا مبين الخدمات للشركة التي عرضتها على البنوك وخدام أيضا مع جوز البنوك لعطيهم فريق 24 ساعة و7 أيام لحماية حامل البطاقة لا يمكن حامل البطاقة لأن حامل البطاقة لإمكان حامل البطاقة لأن حامل البطاقة المسؤول لأن الخطأ يمكن إذا كان دار جميع احتياطاتها لا يمكن إعطاء الكوات وكتلس إذا كان المسؤولة بأن تحمي حامل البطاقة وترجع لفلوس بالإضافة الأداء بالبطاقة بالهاتف أنا كمواطن كمواطن أداء بالهاتف المصارف الماد أو الفينات ما النصيحة التي يمكن أن تصراق أو طيح ممكن يؤدي بعض معاملة أخرى نعم نعم النصيحة للجميع الذين يستعملون الهاتف ولا يقيدوا ولا يدير وغير الكوات التي يعمل في تليفون وغير لا يكون طويل أفضل وحروف وفيه الأرقام وفيه الإسامبول حيث يكون صعيب على الشيء واحد يقدر يطح عليه ويستعمله الهاتف ولا يجب أي واحد يكون عنده فيه تشفير يعني إما بالكود ولا بالبصمة بالبصمة هي تكون أحسن كين بعض الإزوبسيون اللي يكونوا في التليفون بأنه حتى المعاملات البنكية فقاش ما يبغي يديرها خصوة ولا يبدأ الفاليداسيون بالبصمة يدير هذه البصمة لأنها هي أعلى أو من أعلى التشفيرات الوسائل الحماية هذه أولاً ثانياً لا نستطيع أي أستطيع في الموبايل حيث كان لديه أستطيع من أستطيع أن يتعلم منك بفو لتنزل في الموبايل لديه أحد يدغوة أكسي لديه شيء أكسي لكذا يدخل لك يشوف هذه يشوف هذه فبختارات إذا كنت تكون أكسي على كل شيء يقدر يكونوا يجسوا عليك ويعرفوا بعض المعلومات التي ستجعلهم يستعملون الهاتف يستعملون الهاتف ويستعملون الهاتف ويستعملون الهاتف أغلب الناس هذا هو الخطأ الذي يدخلهم يعني لا نستطيع لديه أحد لديه أحد برنامج الذي يستعمل يستعمل برنامج مباشرة من الإنترنت ندوز على القناوات المتعرفة على جوجل بلاي ستور ويستعمل لديه أحد حماية ويستعمل من تنقح برنامج تنقح ويستعمل 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 وايضا للسلس هذه للمشارة التي تخدمك قوارها ويستعمل ويستعمل على حق 50% فقط تنسلل تلك الساعة و لم تطعها حتى يدعني أن تأتي بالعلومات الأخرى لا ترغبينu ولم يعمل أجراء ونحر على البنك، ونقول لكم حفظكم يجب أن نخلص على معرفته لها جيدة لن تضع لليس الاموال أكثر والله يجبكم عليهم، لا تكتبون فقط وليس تكتبون فقط حفظوا هم أربعات الأرقام وتميال الأرقام واللف خدمني هذا العقل يحفظ شوية ما نحفظه شغير نحفظه هذا الشيء اللي غادي ينفعنا و اللي غادي يحمينا في هذه المعاملات المالية حضي راسك حضي راسك هذا هو اللي يكون على ذكر كما يقول الزمي العمورة سي كلم زيتونية شوكوزيلا لك كنت معنا في هذه النصائح القيمة باش نسح المناس كيفاش يتعاملوا في هذه المعاملات المالية الإلكترونية شوكوزيلا لك مرة أخرى اشتركوا في القناة